اهلا بحضراتكم بعد الفاصل هشام يمكن حرب 67 ناهت على ناس كتير قوي خلاص والناس بطلت كتير قوي وعغم ان الناس دي كانت رموز من رموز الكرة المصرية والكرة العربية في نفس الوقت ان هو كان الجيل ده كان زمان كان عندنا مكلسوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وعنده كرة الخدم الاهل والزمالك كان ما بتلاقيها بمقارات الاهل والزمالك بتبقى عامنا زي يوم عيد يوم الجمعة دي معروف 3 لربع نور على الماتش 3 لربع الساعة 2 نور على نور بعد كده علم الحيوان بعد كده الماتشات تحس ان الاسرة كلها حوالين عاديين بتفرجوا قدام التليفيجين لكن حرب 67 لما خلصت على ناس كتير جدا نادي الطيران بدأ يوزع العيبة بتاعته انت روحت الزمالك واحمد كابتن احمد ماهل راح الاهل الاهلي ولعيبة كتير قوي راحة الاندية التانية رغم انت لسه كنت بتقولي ان جالك كابتن الله رحمه عبدالبقال كابتن عالو زور وكال له معكش تروح النادي الاهلي مروحش النادي الاهلي ليه وست عشان تبقى واقف في الجون وبتلعب او بتلعب في مركز معين انا كان يهمني علاقتي بقى كويسة جدا مع بقية حراس المرمى سواء انا اساسي او احتياطي فالمهمة تبقى فيه صداقة ومحبة وبقى واقف في الجون الاحتياطي بتاع بيبقى بيدعيدي مش بيدعي علي يبقى عاوز يحصل لك اي حاج عشان يلعب هو انما العلاقة دي توطدت في الاول مع الله يرحمه حزم كرم وتوتدت برضو مع كابتن حسن مختار الله يرحمه الله يرحمه وانتخب مصر جي حازم النادي الاهلي طلب حازم كرم واحمد مير ومتحة فقوسة الله يرحمه ايوة فطبعا انا من رحت الطيران كنت لسه صغير 18 سنة وكان حازم هو الاساسي فدعبت عليه وكملت وهو كان احتياطي وكان شخصية جميلة جدا وبيوجهني اه وبيحس ان انا امتداج له فلاقيت ان ما يصحش ان هو يروح النادي الاهلي وهيبقى اساسي في النادي الاهلي وروح رايح وراه عشان اقعده وكمان اعرف اه وانا كنت عندي ميول للزمالك وكان الزمالك مفيهوش حراس مرمو كان مين اللي كان تقريبا الحراسك الموجود في نادي الزمالك كان فيه سامير محمد علي اه وعب حميد شاهين هم اللي كانوا موجودين اللي كانوا موجودين اه يعني في مرحلة متقدمة اه ففضلت ان انا ابعد واسيب المجال انت دار في ذلك انك عايز سروح عشان تلعب اه مش عايز كمان العلاقة طيبة زميلي يلعب اه مايصحش ان انا مع حازم وعلاقتي كان كويسة جدا بيه ان اروح وراه برضو النادي الاهلي اه فتوجهت النادي الزمالك اه في المرحلة دي انما انا عايز اقول ان كحراس مرمى في المرحلة دي كان فيه مدارس اللي واحد بيتعلم اللي زي مين كده الجيل اللي انت عشرته وشفت ولعبته ادوم والياب انا ما لعبتش مع كابتن عادي الهكل كابتن عادي الهكل انا طوصلت معه للفترة الاخيرة الغاية لما تعب في الاخر اه ليه لان كان حلقة الاتصال بينه وبينه مروان كابتن مروان كان ثاني على فكرة بس اشتبعوا رفين هو عادي لكابتن هشام كان كابتن هشام متجاوز اه أخت طبعاً نجمتنا الكبيرة الفنانة ناجو إبراهيم المزيعة المتقلقة فكان متجوزة كابتن روان طب منت كده هتخليه بقى تكلم في حاجات قولي أنت لعبتوا قدام بعض وماتش قالوا زى مالك؟ لعبنا قدام بعض وماتش قالوا زى مالك اللي هو بتنشى أبراهيم الدسوق اللي هو المتشلت باز واسفع كابتن نجي بقى اللي اللي دي عشتوها إزاي؟ لا أنا وقتها ما كنتش تجوزت لسه كنتش تجوزت؟ لا لا خالص أنا جوزت بعد ما بطلت ما لازم واحد يركز في حاجة من الاثنين طب كنت تتفرجوا إزاي على الماتشات أهل وزمالك؟ إحنا ما تفرجناش على الماتشات مع بعض إنما كنا مثلاً بنتقابل في الصيف مع بعض كويس نخرج مثلاً نتعشى مع بعض مش معنى إن حصل الانفصال ما بين مروان ونجوة إن ما فيش لا كان فيه تقارب بعد كده لا كان فيه تقارب مع الولاد مع الحكم وناصر وكأسرة أخبارهم إيه حكم وناصر؟ كويسين عايشين ونكافة كم فيه واحد كان عايش في أمريكا؟ لا كله رجع رجع خلق كان حكم عايش في أمريكا آه وناصر موجود آه أنا شفتهم من فترة إنما أنا بقعد في لوبي أهلاوي يعني مثلاً مراتي أهلاوية أنت هتقول لي على مدى مناهن؟ طبعاً مأثرة عليها آه طبعاً أحمد دكتور أحمد ابني أهلاوي يا الجدعان يا أخي آه بنتي زملكوية عشان عايزة تسندني آه أمينة بنتي زملكوية أحفادي أهلاوية فأنا بقعد يعني معاهم برضو بنترجش عن مشاهد مع بعض لا مفيش التعصب لأ خالص آه إحنا جيل متعلمناش التعصب إحنا جيل اتعلمنا من من كابتل عدل هيكل اتعلمنا من كابتل خرشي ده الله يرحمه في المحلة نعم اتعلمنا من كابتل بهاء في الترسان الله يرحمه الله يرحمه يعني أسامي وقيادات يعني أقول لحضرك حاجة يعني أنا مش معنى أنه بقى منتمي النادي الزمالك أنه بقيش في علاقات مع لعيبة ناديها يعني أنا كان عندي شغل في مكتبنا في باريس وكان كابتل ثابت بيتعالج هناك أنا بطلو المستشفى رحتلو المستشفى لا أنت طول عمرك معروف فيك الحتة الإنسانية دي جميلة بس مدلتك النهاردة مش معنى أنه بقى انتمي النادي أنه يبقى النادي الثاني خصفه أيام منتخب مصر أنت تفاكر أيام المنتخب كان معسكر منتخب مصر ده بيعملوه في الدور الفؤاني بتاع اتحاد الكرة اللي هو يبقى رفيقك في القوضة الفار سوسو ومين آه بس إحنا الأول كمنا بنعسكر في مدينة ناصر مدينة ناصر بالزبط كده أمارات الروس تاعت الروس أيوة وكان فيه فران معنا برضو في القوضة أنا مره قاعدنا وكابتن علي أبو جريشا بنا يديره الساحة والعافية وبعد كده لقيت فار كبير كده معدي من قدامنا كده فكابتن علي اللي تفضى علي يا شخصية جميلة آه طبعا ف يعني أما كان كنت كابتن منتخب مصر وقتها رحت للكابتن جندي في الصيف أهلي بيسافروا سكندريا وبقى بعض الواحدة في البريس كابتن جندي آه زيزو سكن في الحلوان آه طهر الشيخ اسكندراني بكر بتاع الاتحاد اسكندراني السياجي من المحلة بعد إذن حضرتك اللعيبة دي وموحي بتاع الاتحاد ممكن ييجوا يباتوا عندي ونلتزم نبقى في المعادة التمرين الصبح وبعد دا قال لي لولا أنا معرفشك الشخصين وأعرف كانش هيوافق مش هوافق يجوا ويباتوا عندي كانوا ويباتوا عندي ويوم ما بقاش في تمرين ننزل نلعب بولي في نادي هليوبنس ومعانا علي أبو جريسا يعني ما فكرناش انت زي ملكة وانت ألا لا 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 احنا جينا يعني كابتن جندي الله يرحمه آه لما توفى كابتن جندي كان الصديق الصديقه بتاع الكابتن حانفي بصانه طبعا طبعا كابتن حانفي حزنا على كابتن جندي توفى بعدها بأسبوع بقى أربعة يام أربعة ايام أربعة ايام آه شوفي الوفاء يعني عمرنا مفكرنة لا 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 في الحالة طيب انت رأت الزمالك لما رأت الزمالك فكرت انت رأت عشان تلعب أساسي أول ما رأت نادي الزمالك طبعا كان في نجوم كبيرة قوي من اللي استقبلك في نادي الزمالك أول ما دخلت ومن النجوم الكبيرة أو كإدارة في الزمالك من الاستقبالك الأول طبعاً أرحمه كابتن زاكي واثمان كان مدرب نادي الزمالك وسامير محمد علي كان زعيم القعدة اللي حراس المرمى استقبالني عبد حميد شهين فهم دول اللي هم وقفوا جنبي كان كتاً يا كان حسين طبعاً وكابتن أحمد مصطفى وكابتن أبورجيلا وكابتن أحمد أمام يعني كانت مجموعة أسامي أسامي جئيلة جداً طبعاً طبعاً تقيلة جداً طبعاً وبعدين كابتن أبورجيلا طبعاً رب نيديه كابتن أبورجيلا اللي هو مش عاوز يطلع معي حلقة لا هيجي طبعاً ماشي يا كابتن أبورجيلا